صمام الأول القضاء أنا أعتقد أن في دولاتنا العراقية لدينا صمامات أمان صمامات الدستورية والمؤسساتية هي صمامة القضاء صمامة الآخر لدينا ثلاث سلطات إضافة إلى سلطات العلام المهم أيضا وضحها الخاصة فاليوم عندك الصراع الذي يحدث بين الحكومة والقضاء ليس أن الناس الضجم عدة نحن نقول هل يقول حنون هل يقول على القاضي القاضي هل يجرد علي الحكومة هل يجرد عليها هذا صراع يمكن أن العالم إذا تباوح له بسط حياته يضوط يقول ما الذي يعمل الدولة الدولة ليس واحدة لكن هذا هو أساس ترسيخ الدولة العراقية اليوم الدولة العراقية يثبت حدوثها ليس ماذا أكمل أستاذ أفضل اليوم الدولة العراقية يثبت حدوثها هناك حكومة هناك حكومة تنفيذية تتأخذ أكثر من صراع حياتها تتبلع سلطة رئاسة الجمهورية حرب وهو رئيس جمهورية يدخل موضوع رئيس البرلمان يدخل موضوع القضاء اليوم بدأت صراعات السلطات تضع حدود إلهل هذه الحدود كما تكون في المحاكم تكون محاكم الدستورية أو تكون في الإعلام أو تكون في المؤسسات الدولة اليوم هذا صراع يثبت الحدود دول عالم الذابحة تتكاتل تبقى صارت في براتهم حدود لو لم تصارت في براتهم حدود نهر لماذا النهر يتعرج منه يأخذ مساره يقال طريق صعب اليوم الحكومة تأخذ تعرجاتها وتمشي بالتجاهة صحيح نحن لا نتحدث عن حكومة محمد الشياع جاءت لها سنة وتنتهي وتروح نتحدث عن حكومة للعراقين نقول العراقين يعني كل الأجيال يعني نرسم مسارات للحكومة الحكومة بابا هذا حددت هذا حددت حكومة هذا حددت لا تذهب زايد لا تتمدد عمي أنت جايك من مقاعدين أنت جايك من عشر مقاعد طيناك رأس وزارات تمشي الأمور لمدة ثلاث سنوات أربع سنوات لا تروح زايد بابا دولة بها حاميها و بها ناس تحفظها عندنا قضاء وإلى سلط قضاء يخطأ يخطأ ما راضنا عليه ما راضنا عليه بس شنو الطريقة لتعامل القضاء بعد ما نعد غير أنه أنا خلاص كذلك المؤسسة التشريعية نحن برلمان نخطأ ونصيب لكن إننا صلاحياتنا و إننا حدودنا والحكومة كذلك تجاوز الحدود وجودة للسلطات اليوم هذا ينطق ضمانا للدولة العراقية بالعكس لا يضوجون الناس أنا أتمنى أن الناس لا يضوج من هذا الصلاح الذي يصيب جاءت تثبت حدود و هذه الحدود عن يوم خطأ جديد وتثبيت نقطة جديدة خطأ جديد تثبيت نقطة جديدة و كلها جاءت نصيحنا مسارات الدولة مارتنا على طول التاريخ صمام الأمان الذي آخر قضاء و عدم تداخل السلطات و لدينا صمامات الآمنة التي هي مرجعية التي هي الشعاب التي هي الإعلام التي هي مؤسساتنا التي نعتقد بها الحشية للقوات الأمنية هذه أعتقد هي صمامات أمان يجب أن نحتفظ عليها بدولة العراقية كل ما يدونها بسيط